وثقت منظمة شهود لحقوق الإنسان في تقرير لها حادثة اختطاف واخفاء ميليشي الحوثي للمختطف إسماعيل الرمادي قصرا منذ خمس سنوات وأكد التقرير أنه لم يثبت أن ميليشي الحوثيين أفرجت عن إسماعيل الرمادي كما ادعت في ردها على شكوى أسرته المقدمة لمكتب عبد الملك الحوثي وأن كل الدلائل والوثائق والشهادات تؤكد أنه ما زال بعهدتهم ومخفيا في أحد سجونهم الخاصة وأنهم يتحملون المسؤولية الجنائية والقانونية عن حياته ومصيره واستعرضت المنظمة في تقريرها مسار حادثة اختطاف واخفاء الرمادي مشيرة إلى أن مسلحي ميليشي دهموا قريته واعتقلوه في ديسمبر 2014 من أمام منزله ثم قاموا بنقله بين عدة سجون تابعة لهم في صنعاء ولم يعرف مصيره حتى الآن رغم متابعة عائلته وطرقها كل الأبواب الممكنة ولكن بلا جدوى هناك المئات من المخفين قسرا في سجون الحوثي وأصبحت جماعة الحوثي تنتهج الإخفاء القسري كمنهجية واضحة في كسر إرادة المعارضين لهم من كافة الجهات ومن كافة فئات المجتمع ولديهم سجون سرية يواجه الأسرة والمخفين قسريا صنوف التعذيب وأشكاله بشكل عام أصطرنا اليوم تقريرا حقوقيا نوعيا عن المختفي قسريا منذ الإنقلاب على الدولة اليمنية وهو المختطف اسماعيل صالح الرمادي الذي اختطف من منزله في تاريخ 25-12-2014 ولا زال مختفيا قسريا إلى اليوم لم تظهر الجماعة عنه أي شيء رغم طالبة إزرتي ورغم البحث عنه ورغم ما أصطرت عنه المنظمات ترجمة نانسي قنقر